في الوقت الذي تفاوض فيه إيران لإحياء اتفاقها النووي مع الغرب يخرج التقرير المحرج طهران لم تدخر جهدا طوال العام الماضي في محاولات امتلاك تكنولوجيا نووية لتطوير برنامجها لأسلحة الدمار الشامل وفق تقرير أوروبي نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية وبحسب المصدر ذاته فإن هولندا أحبطت محاولات الشبكات الإيرانية لمحاولة قرصنة معلومات تكنولوجية نووية كما سعت إيران ضمن ما نشر للحصول على المعرفة والمكونات اللازمة لتلك الأسلحة عبر إقامة اتصالات تجارية مع الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا النووية الفائقة فيما كشف جهاز الأمن السويدي أن إيران سعت للحصول على التكنولوجيا السويدية لبرنامج أسلحتها النووية مشيرا إلى أن طهران تستثمر موارد ضخمة في هذا المجال طهران تفاوض وتناور إذن وذاك مما يعزز بواعث القلق الإقليمية والدولية ويحاصر محاولات إحياء الاتفاق فنتائج التقرير الأوروبي لا تسعف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مواجهة موقف المشرعين الجمهوريين الذين يريدون اتفاقا شاملا مع إيران ويعتبرون أن رفع العقوبات عن طهران دون مقابل أمر خطير للغاية لا يخفي الأوروبيون رغبتهم الشديدة في فك عقدة الاتفاق قبل أي تغيير في الموازين السياسية بحلول موعد الانتخابات الإيرانية لكن التقارير تكبل وسطتهم وتدفع بالملف نحو مزيد من التعقيد ترجمة نانسي قنقر